بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم بناء على سؤال ورد في القناة عن مشاكل ترسبات ارتفاع الأملاح في المفاصل وطرق علاجها يعتبر ترسب الأملاح من الأمراض سيئة السمعة التي لها متاعب كثيرة وآلام لا تنسى فهي تشكل نوبات وهجمات محطمة للأعصاب حيث يعاني المريض من ألم مبرح يجعله لا ينام بسببه في هذا الفيديو سنتحدث عن معلومات هامة حول أعراض ترسبات ارتفاع الأملاح في المفاصل وكيف أن لها تأثيرات صعبة كما سنتحدث عن طرق علاجها ونؤكد أن تشخيص ومعرفة المرض هو أول خطوة نحو العلاج الصحيح أعراض ترسبات ارتفاع الأملاح في المفاصل يزداد خطر حدوث ترسب الأملاح بشكل كبير مع تقدم العمر ولكنه يمكن أن يحدث أيضا عند الشباب يعتمد التشخيص الصحيح على كشف بلورات الأملاح في السائل الخاص بالمفصل المتأثر وأحيانا قد يصعب تشخيص ترسب الأملاح لأن آلام المفاصل وغيرها من الأعراض يمكن أن تحاكي وتشبه مرض النقرص وأنواع أخرى من التهاب المفاصل يتم تأكيد التشخيص باستخدام الميكروسكوب لرؤية البلورات الصغيرة في السائل والأدوية المضادة للالتهابات تقلل الألم والتورم ويمكن أن تمنع أو تساعد في تخفيف أعراض ترسب الأملاح ولكن لا توجد طريقة للتخلص من البلورات نهائيا المشاكل المشتركة الناجمة عن بلورات الأملاح تسمى بيروفوسفات الكالسيوم قد تكون واحدة من أكثر أشكال التهاب المفاصل التي يساء فهمها لأنه غالبا ما يختلط الأمر في تشخيص مشكلات المفاصل التي تظهر في هذه البلورات بسبب النقرص والحالات الأخرى وقد يؤدي ترسب الأملاح بيروفوسفات الكالسيوم غير المعالجة إلى نوبات شديدة الألم أو ألم مزمن طويل الأجل والتهابات وحمرار أو تورم وبمرور الوقت قد تتحلل المفاصل أو تنهار مما يؤدي إلى إعاقة طويلة الأجل توجد بعض خيارات العلاج لألم الالتهاب المفاصل ولكن هذه لا تعالج رواسب البلورات الملحية الكامنة وهناك بعض الأسباب الأساسية التي يمكن علاجها وهذا ما سوف نتناوله بعد هذا التوضيح بداية ما هو مرض ترسب الأملاح؟ ترسب الأملاح هو نوع من التهاب المفاصل ويمكن أن يسبب أعراض مشابهة لمرض النقرص لكنه يطلق نوعا مختلفا من البلورات تسمى بيروفوسفات الكالسيوم يمكن أن يسبب ترسب الأملاح نوبات من الألم الشديد والتورم في واحد أو أكثر من المفاصل والتي يمكن أن تحد من النشاط والحركة لمدة أيام أو أسابيع كما يمكن أن يسبب التهابا أكثر استمرارية يحاكي هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الرمتويدي وغالبا ما تشمل الحال الركبتين ولكن يمكن أن تؤثر على الرصغين والكتفين والكاحلين والمرفقين واليدين والمفاصل الأخرى ترسب البلورات في الغضروف اللي هو النسيج الذي يحتوي على الوسائد داخل المفاصل يمكن أن يتلف الغضروف والبلورات أيضا يمكن أن تسبب التهابات يؤدي إلى ألم في المفاصل والتورم وفي معظم الحالات ليس من الواضح لماذا تشكلت تلك البلورات الملحية على الرغم من أن ترسبات الأملاح تزيد بوضوح مع تقدم العمر ولأن الحالة تكون أحيانا في العائلات يعني وراثية فإن الجينات تلعب دورا ومن العوامل التي يمكن أن تساهم في ترسب الأملاح هي بعض أسباب زيادة الكالسيوم في الدم اللي يسمى فرط كالسيوم الدم أيضا تخزين الحديد الزائد والمصطلح الطبي داء ترسب الأصبغة الدموية أيضا مستويات منخفضة من الماغنيزيوم في الدم يعني نقص ماغنيزيوم الدم أيضا فرط نشاط جارات الدرق أو فرط جارات الدرقية وقصور الغدة الدرقية ولكن من هو المؤهل للإصابة بترسب الأملاح كما ذكرنا نادرا ما تؤثر الترسبات على الشباب بينما تؤثر رواسب الأملاح على حوالي 3% من الأشخاص في عمر الستينات وما يقارب 50% منهم في عمر التسعينات ويمكن أن يؤدي إطلاق بلورات الأملاح إلى سائل المفصل إلى جذب خلايا الدم البيضاء مما يؤدي إلى هجوم مؤلم يمكن أن تحدث هجمات التهاب المفاصل قصيرة الأمن الحادة بعد إصابة المفصل أو بعد الجراحة أو بدون سبب واضح وكيف يتم تشخيص ترسبات الأملاح؟ التشخيص يتوقف على الأعراض ونتائج الاختبارات الطبية قد يساعد تصوير المفصل ما في ذلك الموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية أو التصوير المقطعي أو حتى التصوير بالرنين المغناطيسي في اكتشاف وجود رواسب الأملاح في الغضروف وهنا على الطبيب استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى للأعراض وتشمل هذه النقرص والتهاب المفاصل لروماتويدي والتهاب المفاصل بشكل عام وقد يستخدم الطبيب إبرة في أخذ السائل من مفصل متورم أو مؤلم لمعرفة ما إذا كان هناك أي سبب آخر أو هناك ترسب للأملاح وقد يقوم الطبيب أيضا بإجراء اختبارات الدم وكيف يتم علاج ترسب الأملاح لا يوجد علاج متاح لتحلل الأملاح المترسبة المرضى الذين لديهم هجمات حادة قد يصف لهم الطبيب مضادات الالتهاب والتي تعالج الألم والتورم أثناء النوبات الشديدة أما الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلة والذين لديهم تاريخ من قرحة المعدة أو الذين يستخدمون مذيبات الدم غالبا لا يمكنهم تناول مضادات الالتهاب هذه بالنسبة لهؤلاء المرضى قد يساعد الطبيب على استنزاف سوائل المفصل وحقن مادة في المفصل المصاب لمحاولة منع وقوع المزيد من الهجمات قد تكون الجرعات المنخفضة من السائل وهو دواء يستخدم فيه كثير من الأحيان لمرضى النقرص أو مضادات الالتهاب الفعالة أيضا هناك أدوية أخرى قد تساعد بعض المرضى خلال النوبات الشديدة من التهاب المفاصل التي يمكن أن تقلل من الالتهاب أو يمكن إجراء جراحة لإصلاح واستبدال المفاصل التالفة وهي خيار للحالات الشديدة من خلال هذا الفيديو تعرفنا على أعراض ترسبات ارتفاع الأملاح في المفاصل وطرق علاجها عرفنا كم هو مرض متعب للغاية وكيف أنه من الصعب علاجه لكن هناك طرق للتخفيف من النوبات وتحجيمها وإن شاء الله سنتحدث في الفيديو القادم عن بعض الطرق للتخلص من زيادة الأملاح في الجسم وسنتعرف على نوع الملح والأمراض التي يسببها فكل مرض له علاج خاص به وبشكل مفصل لأنواع زيادة أملاح جسم وكيفية علاج كل منها نتمنى للجميع دوام الصحة ورحة البال حريبنا ما هو رأيكم تعليقكم على هذا الموضوع وإذا في أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار عتفاعلكم ثقتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله